نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم نبدأ النشرة من المغرب حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء عن تسجيل ثلاث وفيات ومئة وإحدى وسبعين إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فيما بلغ عدد المتعافين مئة وثلاثين شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة كورونا أن أزيداً من مليون وستمائة وخمسة وتتعين ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 22 مليون وستمائة وثلاثة وثمانين ألف شخص في خبر آخر وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السيدة الذي يصادف الفاتحة من دجمبر من كل سنة تنظم بعدد من الفضاءات بمدينة فاس حملات توعية وتحسيسية للوقاية من داء السيدة والأمراض المنقولة جنسياً صفي عصمان أتفاص تتواصل بعدد من الفضاءات بمدينة فاس حملات توعوية وتحسيسية للوقاية من داء السيدة والأمراض المنقولة جنسياً وتأتي حملات التوعية المنظمة بمبادرة من فرع فاس للمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة بشاركة مع عدد من الجمعيات المحلية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السيدة الذي يصادف اليوم الأول من شهر دجمبر من كل سنة لتستمر إلى غاية الثالث من الشهر الحالي المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة فرع فاس يعضوا من الجمعية الوطنية كمنظمة تهتم بهذا المجال للأمراض المنقولة جنسياً والسيدة نشتغله على طول السنة عندنا جوجد المراكز مركز الوقاية والعلاج بالسودة وعندنا مركز إداري بالمدينة الجديدة بفاس المجموعة الأنشطة التي نشتغل عليها فيها مجموعة الخدمات التي تتعلق بالوقاية من السيدة وتستهدف حملات التوعية مئات من الأشخاص بمدينة فاس وأزرو وبوميا وخنفرة وذلك يتطلب تعبئة فريق عمل يضم عشرين متطوعة ومتطوعاً كما تدخل حملات التحسيس في إطار اتفاقية الشراكة ميثاق من أجل مدينة فاس بدون سيدة التي وقعت شهر فبراير من السنة الماضية مع جماعة فاس ومديرية الصحة بفاس وجمعيتين مهتمتين بداء السيدة في البغرب دائماً أجرى فريق طبي مغربي بالمستشفى الجامعي الخاص بمراكش عملية جراحية دقيقة لزرع أطراف اصطناعية بركبتي مريضة نيجيرية تعاني من ألام مزمنة في المفاصل واستغلقت هذه العملية الجراحية المعقدة حوالي أربع ساعات تقرير هاجر الرادي عملية جراحية دقيقة لزرع أطراف اصطناعية بركبتي مريضة نيجيرية أجرها فريق طبي مغربي بالمستشفى الجامعي الخاص بمراكش وتحققت هذه العملية الجراحية المعقدة التي استغرقت حوالي أربع ساعات بفضل جهودي وخبرة طاقم طبي يتكون من متخصصين في جراحة العظام والمفاصل ومن أطباء وممرضين متخصصين في التخدير والإنعاش قلبية هذه المواطنين والمواطنات التي يأتي من الدول الأنغلوفونية يمشون سواء الهند، سواء الأمريكان، سواء الزيتازيوني، وولايات المتحدة أو الأنغلوتار، الأنغلوتار، لكي يقوموا بهذه العمليات يعني ارتقينا أننا نقنعوها بشجل المغرب بشجل المغرب بشجل يكون هناك علاقة وطايدة ما بين هذه الدول الأنغلوفونية مع المغرب في هذا النطاق الطبي لأنه قليل جداً لأننا لدينا علاقة وطايدة مع الدول الأفريقية الفرنكوفونية مع الأنغلوفونية هناك تعاقد جداً قليل في هذا النطاق هذا وجرى زرع أطراف اصطناعية بركبتي المريضة النيجيرية البالغة 68 سنة التي اختارت إجراءها بالمغرب وبالضبط بمدينة مراكوش بفضل استعمال تقنيات دقيقة جداً في مجال جراحة العظام والمفاصل حيث تتوفر المملكة على كل المقاومات والمزايا التنافسية في مجال العرض الصحي والطبي الاجتماعي فردت نفسها كوجهة وكمركز صحي بالقارة الصمرة في خبر وطني آخر يستفيد مناصق ومناصقات أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة درعة فلالت من ورشات تكوينية تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية وتكوين الإنسان الواعي بالممارسة الحقوقية والاطلاع بواجباته تجاه الجماعة التي ينتمي إليها تقرير ولد حمد علوي يستفيد مناصق ومناصقات أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة درعة فلالت من ورشات تكوينية تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لما لهذه الأندية من دور أساسي في تنشيط الحياة المدرسية وتكوين الإنسان الواعي بالممارسة الحقوقية الهدف هو غرس قيم حقوق الإنسان في الوسط المدرسي إضافة إلى أننا نتوخى من خلال هذه الأندية غرس ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى فئة النشئة فئة الأطفال واحتضن المركز الاجتماعي التربوي لدعم قدرات الشباب بمدينة ميدلد ورشات في هذا المجال يؤثرها مشرفون تربويون لمناقشة موضوع إدماج قيم حقوق الإنسان في الوسط المدرسي الهدف الأساسي هو إرصاء هذه الأندية هو على مستوى المستعلمي يسعى من خلالها تبسيط وجسيد مبادئ التربية الموطنية حقوق الإنسان من مبادئ نادرية إلى ممارسة تيومية وتأتي المبادرة في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لصلاحياته الدستورية المنوطة به في مجال حماية حقوق الإنسان ودمان ممارستها الكاملة والنهوض بها كما إنها تأتي في سياق تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة دولياً أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرسوس أنه تم كشف سلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون في 23 دولة وقال تيدروس أدهانوم جيبرسوس أنه حوالي ما لا يقل عن 23 دولة في خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية تم تحديدها بسلالة الجديدة من متحاور أوميكرون وأنه من الممكن أن يستمر هذا العدد في النمو مع الصالح والتفاصيل أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه تم كشف سلالة الجديدة من فيروس كورونا في 23 دولة وقال تيدروس أنه حوالي ما لا يقل عن 23 دولة في خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية تم تحديدها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون وأنه من الممكن أن يستمر هذا العدد في النمو وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون أكثر خطراً من السلالات السابقة وجرى اكتشاف حالات مصابة بالمتحور أوميكرون في جنوب إفريقيا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا دولياً دائماً فرضت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الإدلاء باختبار سلبي يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا قبل دخول الأراضي الفرنسية وابت المسافرون ملزمون بتقديم هذه الوثيقة بحسب ما أكدوا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم بدرزايو في المتابعة دخول فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي من الآن فصاعداً سيكون مرفوقاً بتقديم اختبار سلبي يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا التأكيد جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريالاتال متحدثاً للصحفيين عاقب اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء الخطوة جاءت في سياق التدابير الهادفة للتصدي للارتفاع القياسي في عدد الإصابات وفي ظل المخاوف المرتبطة بانتشار المتحور الجديد للفيروس أوميكرون الذي يرخي بظلاله على المشهد الصحي في أوروبا وفي فرنسا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال إن القرارات المتعلقة بالصفر داخل الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذها بتنصيق بين قادة دول الاتحاد في بحر هذا الأسبوع قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر مؤخراً إن عدد المهاجرين الدوليين في العام عشرين والفين بلغ مئتين وواحد وثمانين مليون يمثلون ثلاثة فاصل ستة بالمئة من عدد سكان العالم بالمقابل أكدت منظمة الهجرة أنه لولا الجائحة التي عقدت بدرجة أكبر تنقل الناس بين الحدود لسجل مليون مهاجر إضافيين العام الماضي عودة لبدرزاي رغم أوار الجائحة وتبعاتها إلا أن نسق الهجرة لم يتوقف البحث عن الفردوس المفقود دفع مئتين وواحد وثمانين مليون شخص للهجرة من بلدانهم ويفوق العدد بواقع مئتي مليون أرقام ألف وتسعمائة وسبعين عندما أحصي أربعة وثمانون مليون مهاجر دولي كانوا يمثلون 2.3% من سكان العالم المنظمة الدولية للهجرة أكدت في تقرير أن معددات الهجرة الدولية العام الماضي ارتفعت رغم تداعيات كوفيد 19 آلاف المهاجرين وجدوا أنفسهم أمام حتمية الرحيل بسبب الكوارث والنزاعات والعنف رغم ذلك فمنظمة الهجرة أكدت أنه لولا الجائحة التي عقدت بدرجة أكبر تنقل الناس بين الحدود لسجل مليون مهاجر إضافيين العام الماضي ما أرغم نحو أربعين فاصل خمس مليون شخص على النزوح داخل بلدانهم عام 2020 مقارنة بواحد وثلاثين فاصل خمس مليون نازح قبل عام وهي المفارقة التي لم يشهد تاريخ البشرية مثيلا لها حسب أنطونيو فيتوريو مدير عام منظمة الهجرة الدولية في خبر دولي آخر سجلت الليرة التركية تراجعا تاريخيا جديدا بخصارتها أكثر من أربعة بالمئة من قيمتها في يوم واحد مقابل الدولار واليورو متجاوزة عتبة خمسة عشر ليرة لليورو هذا وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضته لأي حل بشأن نسبة الفائدة التي يعتقد أن ارتفاعها سيساهم في تعزيز التضخم مدرزايو أتفاصل لا زال سهم الليرة التركية يهوي إلى مستويات قياسية تراجع تاريخي سجلته العملة التي يتداولها الأتراك بخصارتها أكثر من أربعة بالمئة من قيمتها في يوم واحد مقابل الدولار واليورو وجرى تداول الليرة التركية عند ثلاثة عشر فاصل أربعة وأربعين ليرة للدولار الواحد وخمسة عشر فاصل خمسة عشر ليرة لليورو فقد فقدت الليرة أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام يأتي هذا التراجع القياسي الجديد والرئيس التركي يبدي معارضته لأي حل وسط بشأن نسبة الفائدة رغم التراجع المتواصل لليرة التركية التي فقدت ثلاثة عشر بالمئة من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار الأسبوع الماضي وهو انخفاض نجم جزئيا عن سلسلة من التخفيضات في نسب الفائدة بقرار من أردوغان الذي يعتقد أن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز التضخم ويقدر بعض الخبراء أن معدل التضخم لشهر نوفمبر والذي سيعلن عنه الجمعة قد يتجاوز العشرين بالمئة في الخبر الرياضي قال المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن بلاده تتوقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 22-2000 بسلاسة وفي الموعد المحدد رغم التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون حمزة الخدار وتفاصيل بالرغم من التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون فإن الصين تتوقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بسلاسة وفي موعدها المحدد بحسب إفادة للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جيان المتحدث قال بأن المتحور الجديد سيشكل تحديا لجهود بلاده للوقاية من الفيروس ومكافحته بالنظر لخبرة الصين في التعامل مع وباء كورونا والسيطرة عليه وبين الرابع والعشرين من فبراير فإنه من المرتقب أن تقام الألعاب الأولمبية بدون حضور الجماهير من خارج البلاد مع وضع جميع الرياضيين والتواقم الفنية في فقاعة صحية يتم خلالها إجراء اختبارات يومية للكشف عن كوفيد-19 وتطبق الصين واحدا من أكثر برامج الوقاية صرامة في العالم لاحتواء الوباء نهاية نشرتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة مشاهدين على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر